بنصور مع حضراتكم كواليس مسلسل جزيرة غمام ومع نجوم المسلسل هنتكلم دلوقتي مع الأستاذ النجم الفنان الأستاذ طارق لطفي أو خلدون أهلا بحضرتك يا فندم أهلا أهلا بحضرتك جزيرة غمام مسلسل تقيل جدا نص فلسفي عميق جدا أول ما تعرضت لحضرتك الدور وقررت أنت تخد بي الموسم الرمضاني وفقت على طول عدور؟ طيب بصي هقولك على حاجة هو أنا كنت بعمل مسلسل تاني خالص والأستاذ عبد الرحيم كمال كان بيعمل مسلسل تاني خالص وبعدين تقابلنا بالصدفة في الشركة المنتجة وعبد الرحيم قال أنا مش هعمل المسلسل اللي أنا بعمله وحكى قدامي حدوتة جزيرة غمام مجرد حكي فأنا قلت لهم وأنا كمان مش هعمل المسلسل اللي أنا هعمله فأنا هعمل المسلسل ده وهعمل الشخصية دي فعجبني جدا لأن عبد الرحيم حكاء جيد جدا وحكاية كده بحرفانة أو بمعلمة يعني فلاقيت إن الحدوتة لأ يعني فيها ليرز كتير مش بس زي ما حضرتك قلت دلوقتي لأ فيها ليرز كتير جدا ليرز دي ممكن المشاهد العادي البسيط يشوفوا يستمتع جدا وتوصلوا رسائل كتير قوي ممكن حد متوسط الثقافة أو حد أعلى ثقافة يعني يشوف الحكاية بشكل أكبر وأعمق زي ما حضرتك تفضلت ده من هنا كانت الحكاية ببساطة جدا إنها حدوتة وأنا وفقت عليها وعجبتني زي ما حضرتك قلت الدور أو المسلسل مليء بالإسقطات كل مشاهد ممكن يفهمها بطريقة مختلفة دور خلدون الحقيقة لحد دلوقتي من الحلقات اللي اتعرضت خلينا نقول هو إسقاط على الشر اللي يخلينا نقول بخفة بيتسرسب للنفوس لما حضرتك قريت الدور حضرت للشخصية إزاي؟ حضرت بقى للدور ده إزاي ده كان مهمة قوي بداية من الشكل لأن الشكل بتاع خلدون لازم يبقى فيه كل حاجة فالشعر ده اللي جاي لقدام ده اللي هو يعني على راجل بيبقى القصة دي على راجل شوية كده فيها تدي دلالة معينة مع الشنب اللي طالها للفوق مع التاتوهات اللي موجودة جنب العين اللي بيشوف بيها مع الدقن المهندمة فأنتي تشوفي حاجات كتيرة جدا والتاتوهات دي فعلا رموز من سحر يعني هي رموز فعلا يعني جاي بينها من حاجات بتاعة سحر يعني ففيه حاجات كتيرة جدا عكس بعض زي الشنب والشعر زي فيه حاجات كتير جدا في خلدون ده كان مستوى الشكل وده عدنا فيه فترة شوية يعني اللي بس عدنا فيه فترة الحقيقة ده كان اختيار حسين المنباوي البلط والأيقوني ده زي ما بيقولوا يعني بتاع الشخصية صوته بقى كان هنا بالنسبة لي هو الاهم ان لازم كان يستخدم صوت صوت يحسسك بالتهديد طول الوقت حتى هو مبتسم لازم يبقى صوته ده فيه نوع من انواع التهديد فوصلت لطبقة كده حبيتها وجربتها في الكلام وجربتها مع الأستاذ حسين فاستقرين عليها جدا واستقرين على طريقة اداءه لان ما فيه شرير ابدا بيقولك ان هو شرير حقيقة فانه بالراحة كده ومشهد يمكن ستة في حلقة واحد لما زين المواصف اللي هي العجوز بتاعة الغجر قالت له كل بلد لها شكلها ولبسيته اللبس ده وقالت له اول حاجة تاتي تاني حاجة اخربها تالت حاجة اركبها دي الرشدة كده ببساطة في شخصية خلدون ازاي هتتطور مع الأحداث يعني وهنشوفه ان شاء الله الماستر سين اللي تخول حضرتك لجزيرة غمام لما طرح البحر نزل على الجزيرة هل ده او حقيقي هو فعلا ماستر سين لشخصية خلدون صورتوه ازاي قعدتو في قد ايه هل ده نقدر نقول ان هو كان تعريف لشخصية خلدون اصعب مشهد ممكن لانه تعريف للشخصية بص يوم مش اصعب مشهد هو كان في التنفيذ كان صعب جدا لان احنا كنا بنصور على البحر بدرجة حرارة متدنية جدا المراكب وهوى جديد قوي والمراكب ما كانتش ثابتة ونزول الناس دي مع بداية تعريف الناس اللي جاية الناس الاغراب اللي جاية دي خلدون والجماعة بتاعته فكان مشهد صعب في ظروفه لكن ما كانش مشهد صعب كتكنيك او اصعب مشهد زي ما حضرتك بتقول يعني لا خالص اصعب المشاهد هتلاقيها في الحلقات اللي جاية وفي الحلقات الاخيرة خالص في سيكونس صعب جدا جدا يعني احنا حتى موجودة عندنا مش باسم حلقات موجودة عندنا باسم اكس فدي المشاهد اللي هي الصعبة قوي على الشخصية لان هي الاواخر بقى وخلاص المسلسل بيخلص وشخصية خلدون نفسها بنشوف وصلت لإيه يعني المشهد الاولاني ده كان كنا بنصور على في الزعفرانة اللي هو كان صعب قوي يوميها مراكب مش سبتة وكذا حد فيه حد وقع من المركب وفيه حد يعني شوية حداث كده لكن في الاخر كان فيه توفيق كده في المشهد ده يعني حتى النسنيس مثلا اللي جي على كد فيه وانا ده جي بالصدفة ما كناش محضرين له حاجات كده يعني كان فيها توفيق اكتر استاذ طارق الحقيقة لو بنتكلم على مسلسل جزيرة غمام هو عامل حالة كده على سوشيل ميديا من اول يوم عرضه لحد دلوقتي كل الناس بيتكلم عليه الكل بيتكلم على الملحمة التمثيلية اللي موجودة بين نجوم المسلسل تباية لحد دلوقتي ردود الفعل على السوشيل ميديا ازاي؟ بصي هم هما مدهشين ومبهرين الحقيقة والجمهور كل شوية بيعلمنا حاجة جديدة انت بس اعمل حاجة كويسة تمام كده وبجد وقدمها لنا حتى لو انت خايف من اختلافها عن ساعات احنا اللي بقالينا حسابات كده نقول رمضان مايستحملش موضوع تقير رمضان عايز حاجة سريعة لا هو بيدهشنا الحقيقة الجمهور ده بيقول اعمل لي حاجة كويسة وانا هقف جنبك بجد ردود الافعال مدهشة بشكل يعني بجد غير عادي كلنا فرحانين بيها جدا 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 وما كناش متوقعين بالحجم ده كنا متوقعين احنا هنعمل عمل جيد لان كل العناصر كانت الاساسية متوفرة بشكل جيد يتكاتب رائع مخرج رائع مدير تصوير شركة انتاج اكرو انتاج ممثلين ما حصلوش كلهم كل واحد ممثل تقيل يشيل عمل يعني فدول لما تجتمع العناصر دي مع بعضها في الاخر اكيد المحصلة هيبقى فيها حد ادنى لكن الحقيقة المحصلة الحمد لله يعني الحمد لله بقت حاجة هيلة يعني والحقيقة رد فعل الناس حسسنا ان احنا لا احنا لازم ما نفكرش في الجمهور بالشكل ده لان هو بيدهشنا كل مرة طيب قصة طارق الحقيقة انا عايز تكلم مع حضرتك على السيناريو على السكريبت عن الحبكة المؤلف الكبير الاستاذ عبد الرحيم كمال عادة بيتميز بالمصطلحات الرنانة بالجمل يعني اي حد بيسمعها بتعلم في دماغه وخليه يقول ان كل جملة بمعنى او كل جملة كل حد بيسمعها بطريقة مختلفة وكل بيبقى عايز يفسر حتى الجمل كلمني عن التعاون بين حضرتك وبين استاذ عبد الرحيم كمال خاصة انه تاني تعاون ما بينكم بعد القاهرة كابل لا خالص اولا هو صعيدي انا مش صعيدي فهو عارف اكتر مني في الحكاية دي وهو احنا رحنا منطقته اتنين عبد الرحيم الحقيقة انا شايف ان اللغة عنده بالذات في المسلسل ده عشان هو صعيدي ومن اصله لغة اقرب للغة الشعرية لان عنده جمل قصيرة جدا لو فردتيها في العامية تلاقيها اربع خمس جمل الحقيقة كل جملة بمعنى يعني كل جملة مثل بالزبط مثل كده تحس ان هو جاي بالجمل مكسفة جدا جدا لازم نقولها بلهجتها المزبوط عشان تطلع كمان طعمها حلو زي ما هو كتبه فده كمان محملنا ان احنا لازم نذاكر كويس ولازم نحفظ اللهجة كويس ولازم يعني علشان نقول الجملة زي ما كتبه عبد الرحيم ودي من احلى الحاجات في عبد الرحيم بصراحة هنا في المسلسل مش بس احداثه المطلحقة لا كمان جمله الحلوة حقيقي طبعا الف مبروك ودي بتساعد الممثل قوي بتساعده جدا 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 بيبقى عارف يقول الجملة ازاي طبعا الف مبروك النجم الكبير طارق لطفي وبالتوفيق ان شاء الله ويعني انا مش عايزة اتنبأ ان هو هياخد اعلى نسبة مشاهدة لان هو فعلا لحد دلوقتي الناس كلها بتتكلم عليه انه من احلى المسلسلات المعمولة في الموسم الرمضاني عشرين وعشرين شكرا جدا لحضرتك ورمضان كريم وبنجليك